موسيقى فمش مستغرب ان هما يبعطونا بقى مطرب يحترف مستقبلا يبقى بامكانيات ناسيم اداءه مش طبيعي طول الوقت النهاردة غناه كان كل حاجة سليمة الركوزات التصرف التزامه بالمقام هو انا الولد ده متحيز ليه بصراحة وانا قوي يعني هلخص اداءه بابداع بس يعني كلمة ابداع دي تكفي لناسيم حنان حنان لازم لما نيجي نحكم عليها نشوف مشوار حنان من البداية في البدايات كان مستواها متزبزب شوية دخلت نومينيشن كتير ناس كتير اتخيالوا انها تخرج بدري اوي ما شفتش حد عنده اصرار وتموح وقدرة على التطور زي حنان من زمان انها توصل للمرحلة دي والله اعلم نصة تصويت الجمهور هيبقى ايه عايزة حييها جدا الاغنية النهاردة كانت اغنية اقاعية بسيطة بس انا بحكم على مشوارها كله بضم صوتي لصوت بيتي ان هي اكتر حد استفاد واتطور واتحدت الناس كلهم بما فيهم احنا بصراحة برافو للاتنين امير ستار اكاديمي على مواقع التواصل الاجتماعي والعان والارقام بتخوف من كل الدول العربية شو رأيك بهالحالة يلي عاملها ستار اكاديمي مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بقت بتدي انعكاس لنجاح اي عمل فني او اي برنامج الحمد لله في تفاعل كبير جدا من الجمهور انا بحرس كمان دايما على التواصل معاهم بنتفق ونختلف بس في احترام بنا ده نتيجة الاداء كل الناس في البرنامج من اصغر حد لأكبر حد بيعملوا مجهود كبير جدا الطلاب كمان عاملين السنة دي مجهود كبير ومستوياتهم عالية فالحمد لله نتفاعل الناس معنا على قد التعب ويا رب نبقى دايما عند حسن ظنهم لغاية الاخر وفي اي مواسم جاية ان شاء الله فنانين الى اي مدى مهم انه الفنان يوزف فنه لا يسلط الدو على قضايا اجتماعية او يساعد بهدف انساني معين الجانب الاجتماعي والانساني والوطني مهم جدا في حياة الفنان للاسف احنا بعض نجومنا بيغفلوا الجانب ده انا بس انا عايز افكرهم ان ام كلسوم بعد النكسة حفلات المجهود الحربي مستنيتش حد يطلب منها الموضوع ده وعملت الحفلات دي جمعت 3 مليون دولار في الستينات يعني بتكلمين مليارات دلوقتي وعبد الحليم حافظ وناس كتير غيرها الفنان لازم يسخر كل امكانياته وقدراته والحب اللي الناس بيدهوله ده ده المفروض يتردلهم بشكل مباشر او غير مباشر وبيتهيقل احنا في الفترة الحالية كمان محتاجين من فناننا يعني الدنيا مش امل قوي في الوطن العربي لازم يبتدوا ما يستنوش ويقول لكش لو حد طلب مني لازم يعمل حفلات والدخل ده يخش لبلادهم عشان ده ده الوقت اللي 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 عايز يبقى ايكون ويبقى زي مو كلسوم وعبد الحليم وفيروز وكل النجومنا اللي هيفضله في التاريخ ده الوقت اللي يقدر يعمل فيه كده فأتمنى انهم يعملوا كده بقى وجههم رسالة كلهم يعملوا كده ان شاء الله اشتركوا في القناة